إذن جهود جبارة على مسار الوقاية والاحتراز تقوم بها منذ استفحال أزمة وبا كورونا كوفيد 19 الهيئة العامة للغذاء والتغذية من خلال الجولات التفتيشية الدائمة على كل المراكز والأسواق والمحل للتأكيد على سلامة الأغذية ووضع معايير محددة لاشتراطات الأمن الغذائي وسلامته حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ نوال جزاف رئيس قسم التوعية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية بداية استاذ نوال صبحك الله بالنور وحياكم الله بداية نتكلم عن انطباعكم بشأن ما تلمستو في جولاتكم التفتيشية طبعا بداية الهيئة العامة للغذاء والتغذية لها مجموعة من القطاعات من ضمنها قطاع الرقابة والتفتيش اللي يعمل على مدار 24 ساعة سواء كان قبل أزمة كورونا أو أثناء يشتغلون على مدار الساعة لعمل الضبطيات اللي خاصة في عملية التفتيش والرقابة على أي مكان يتم فيه بيع وتداول وتصنيع المادة الغذائية جميل شون صار فيه التوافق في الفترة الأخيرة مع الإجراءات الاحترازية الحكومية وأيضا هيئتكم طبعا الهيئة بإدارتها متمثلة في مدير الإدارة والإدارات الأخرى فيه هناك تعاون واجتماعات يومية مستمرة وتعاون مع جهات أخرى مثلا مع وزارة التجارة مع بلدية الكويت بالتنسيق حول الاشتراطات الصحية يمكن الحين حاليا أكثر شيء يعني مو بس التفتيش على المنشأة الغذائية قام يتم التركيز أيضا على مثل ما ذكرت في بداية التقرير النظافة الشخصية للشخص العامل داخل المنشأة الغذائية أنه يكون لابز القفازات أو الكمام على أساس أنه لا تنتقل العدوى عن طريق الرذاذ سواء بالفم أو بالأنف جميل طيب يمكننا من خلال التقرير شفنا استاذة نوال أنه هناك في مخالفة تم رصدها في سوق السمج وأيضا تم اتخاذ الإجراءات حيال هذه المخالفة شنو هي هذه الإجراءات؟ طبعا الإجراءات يمكن هذا كان تصوير الأختلمة كان شيء لايف كان جدامهم ومن حسن حظهم أنه كان الوضع كان واضح جدا بالنسبة حق المفتشين ومفتشين لهم القدرة في الضبطية الغذائية طبعا مثل ما شفتوا تسكرت البسطة أو المنشأة الغذائية وتم تحويلها إلى الجهات المعنية لأخذ الإجراءات اللازمة جميل إذن هذه سكروها وإذا أي أحد مخالف على طول سيكون الإجراءة الأولى وتسكير هذا المخالف طبعا أهم الأخوة والأخوات الموجودين في تفتيش العاصمة شغالين طوال اليوم يعني مو بس أثناء فترة سوق السمج موجودين طول اليوم حتى لو تروح أنت كمستهلك تحب تستعين فيهم موجودين داخل منشأة سوق السمج طيب هناك أيضا أعلنت قبل فترة عن نظام يديد أو بداية نظام يديد في المخالفات والشكاوى المتعلقة بالأغذية شنو هو هذا؟ هو كان فيه تفعيل الخط الساخن ما كان مفعل قبل كان مفعل لكن الناس ما كانت تدري عنه بصورة أكثر أو صورة منطلقة أكثر حاليا أنه هو الرغم الخط الساخن اللي هو 18370 أو عن طريق اللي هو التواصل عبر إستجرام أو تويتر الهيئة العامة للغذاء والتغذية buffen underscore kw طيب هذا 1807770 هذا هو الخط الساخن الساخن على مدار 24 أي تبليغ أي شيء حسيته أنه حتى لو ما أخذت شغلة من مكان موثوق فيه لكن اكتشفت عدم صلاحيتها داخل المنزل تقدرون تتواصلون وتحتفظون في المادة الغذائية أنا كمستهلك أخذت أمر شون أقدر أتواصل وياكم عن طبعا أنت تحتفظ في المادة الغذائية نقول مثلا أخذت نوع من أنواع المعلبات وفتحتها ولقيتها مثلا فاسدة هذا نتيجة سوء التخزين من المكان اللي أنت أخذته فأنت تحتفظ في الشغلة وتصورها وتطرشها في الواتساب على الرقم اللي تواصلنا وياه أو على طريق الإستجرام تتواصل وياهم وبعدها أيون يأخذون منك العينة وتم مخالفة المكان اللي تم شراء منه المادة الغذائية جميل خنت حجة شوي بتخصصك أكثر حاليا توجه حاليا يمكن المستهلك إلى الجمعيات يعني حاليا فترة الأخيرة أو من أمس تقريبا بعد القرارات اللي طلعت أنه خلاص صار توجه المستهلك إلى الجمعيات بالتحديد شون تنصحيننا فيه أنا كمستهلك ترى أنا بطلع مني بروح الجمعية صحيح بس شون اللي تنصحيني فيه صارت الرحلة اليومية للمستهلكين يعني أغلب الطلعات الحين صارت الجمعية إي لا يعني ما يخالفة مثلا شيء فيه شيء قاصر فيه شيء قاصر بروح أخذه وأنا اللي رأد البيت بالضبط أنت قلت شيء قاصر محتاجه لكن فيه ناس صار عندهم الهوس اليومي أن يروح الجمعية إحنا نزرع ثقافة أنه أول شيء فيه هناك اشتراطات توعوية يعني فيه بعض الأمور النصائح التوعوية اللي أحب أذكرها للمشاهدين أو للمستهلكين أول شيء لا تروح الجمعية بدون ما تكتب قائمة في الأشياء اللي أنت تبيها تقعد مع ربة البيت يلا شنو ناقصكم وحط ببالي أن أنا أخذ احتياجاتي وحتياجات أسرتي تكفيني ليه أسبوع فيه أشياء تكفيني ليه شهر هذا طبيعي طبيعي لكن فيه شغلات مثلا الخضرة تقعد ثلاثة أيام تقريبا لفرش الخبز ما أكدس خبز وبعدين أرد أقول والله اخترب لأن في النهاية إذا أنا كل يوم قاعد أروح الجمعية وأشتري احتياجات فائضة وأخزن تخزين خطأ في النهاية فيرح يكون عندي فائض من الغذاء وبعدها يصير هدر للطعام ومن ثم يأثر على الأمن الغذائي عندنا شغلة ثانية لا تروح الجمعية وأنت يعان يعني إذا خلصت البرنامج لا تروح وأنت يعان لأنه راح تشتري شغلات ممكن أنت تفعينك عليها وتبدي تشتريها بدون معينة ممكن تصير يعني طبعا وفيه شغلات وايد مهمة وصت عليها منظمة الصحة العالمية أنه إحنا نختار الغذاء من كافة المجموعات الغذائية يعني ما أركز بس أشتري إيدام لحم وخبز وكربوهايدرات وعيش وأنسى الخضار وأنسى الفواكه أنسى البقوليات أنسى البروتين النباتي أركز على الدهون النباتية ما أركز على الحيوانية ففيه هناك توعية عامة يعني ما فيه شيء بالضبط لفيروس كورونا ولكن التغذية السليمة واختيار كافة المجموعات الغذائية هي من الأسس الصحية أنا قاعد أشوف هذا البروشور اللي هو نصائح غذائية للبالغين أثناء فاشية فيروس كوفيد 19 إذا يبينوا يعني هذا البروشور أعتقد أن أنت وتوكم سوينا نعم هذا الأسبوع اللطاف طبعا نزل بالتعاون مع جمعية إعانة المرضى طبعا نحن حاليا كتوعية لا نستطيع أن نوعي الناس لأنه لا يوجد أماكن معينة نستطيع أن نتواصل مع الناس غير الجمعيات والرعاية الأولية التي هي المستوصفات والمراكز فتم عمل هذا البروشور بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية بخصوص اللي هو تناول الغذاء الصحي المتوازن مثل ما تعرف أخوي وايد انتشرت إشاعات على السوشال ميديا بخصوص تناول أغذية معينة أنها ترفع المناعة أكل كركم استنشق بخار الماء الساخن وغيرها من نقول الإشاعات الغذائية الجزء منها غير صحيح يعني أنت لما تقول فيتامين سي ركز عليه أوكي فيتامين سي زين بس هذا المفروض يكون في طول حياتك يعني الحين ما هو في فترة معينة صحيح يعني أنت الحين الحالات اللي قاعد يعلن عنها بشفاءها هل تشافت عن طريق أدوية معينة أو فيه مصل نزل للفيروس لا إلى الآن ما فيه هذا يعتمد على شنو على مناعتك فأنت مناعتك شون تعززها من خلال أنت هذا الفترة اللي أنت عشت فيها الفائتة شنو أكلت هل تغذيتك سليمة هل مغذياتك سليمة نحن أكل الطبيعي اللي قاعدين ناكلها حتى قبل الأزمة صحيح أكل الطبيعي اللي ناكلها هو رح يقويك صحيح يعني بس فيه فئات عمرية مثلا للشباب ما يقلون خضار وفواكه الفواكه والخضار فيها فيتامينات فيها مضادات أكسدا سواء للأمراض العادية في الأيام العادية أو سواء في الأزمة ففي بعض الناس يكون موايد انتقائيين أو الناس مثلا مغذائي وكاشته في المجموعة اللي تدلعون يعني اللي تدلعون تقولين عم جيد أشواء كتية علي طيب خلنت تكلم عن التزام الناس حاليا بعد الحضر وخاصة في التواجد في المطاعم في الأسواق صحيح كمعيات التعاونية يعني احنا عندنا مشكلة ما دري شون أوصلها حق كثير من اللي قاعد تابعونا أقولنا يعني عندنا حضر تطلع في وقت محدد المفروض ربعنا ما في وقت محدد دع مننا مفتوح والحضر أنا أطلع من البيت صحيح فتلقينها بالسوق تلقينها بالجمعية تلقينها بالشبرة ما أدري يعني الناس قاعد تخاف أنها تموت من اليوم ما تخاف من المرض هذا أمر جدا غريب يعني انت الحين ممكن هذه روحة الجمعية تسبب لك يعني يمكن أنا أشيد لأن حطوا فئة عمرية ما دش الجمعية وهذا شيء وايد زين ترى يعني الفئات اللي أقل من عشرين سنة أعتقد أن ما يدخل داخل الجمعية يلبس الكبار البالغين يلبسون ويعقمون العربانة وما يكون أكثر من ثلاثين شخص داخل الجمعية يعني فيه اشتراطات حطوها لأن هناك الله يهديهم يصلحهم يأخذ عياله ويروح الجمعية هذا القرار طبعا صائب ومطبق صراحة الأمانة في أغلب الجمعيات التعامنية طيب اكثرت الإشاعات حول مثل ما قلت الأغذية المعززة للمناعة نعم يعني قلت قبل شوي كركم ناس يقولون حلبة ناس يقولون مرة ناس يقولون ما أدري يعني صارت البيوت في بعض البيوت صارت طب شعبي صحيح في عندهم كورنرات لطب شعبي صحيح ولكن قالوا أن هذه الأمور تفيد نعم ما يدرون أن زيادتها ممكن تضرهم صحيح فيارتك مننا أكثر بي دي اف يعني يمكن اللي ما وصل رح يوصل عن طريق يلقى حتى في رح ينزل عفوا بي دي اف في الموقع ما لنا وهو البفن أندرسكور كي دابليو يتكلم عن النصائح الغذائية للبالغين حق تفشي اللي هو مرض بيروس الكورونا مثل ما ذكرت ما في أكل معين إلى هذه اللحظة اللي أنا وياك ما في أكل معين يأثر على مناعة أو يزود يعني مثل شيء يطلع ما يصبح كن في يكون فالاعتماد على الغذاء الصحي ونوخر قدر الإمكان أن فيه شغلات أثبت مناعة شنو الشغلات اللي تقلل المناعة الجسمية لما أنا أركز على تناول السكريات يمكن الحين لاحظ بدأت الناس يعني قاعدت تطبخ وتسوي أصناف حلويات وزايدين منها الحلويات والقطر والشيرة فهذا السكريات أوسط منظمة صحة العالمية يقللون وحطت رقم أن النساء تأخذ ست ملاعق من السكر والرجال تسع ملاعق من السكر أما الملح هو ستاندر خمسة جرام من السكر اللي هو ما يعادل ملعقة صغيرة الملح الملح ولكن نحط في بالنا أن إذا أنت تأخذ أكل معبئ اللي هو المعلب لازم تقرأ شيء اسمه بطاقة المنتج الغذائي أو الملصق الغذائي لأن من خلاله رح يكون داخل هذا المنتج الغذائي مجموعة من السكريات الملح الصوديوم المخبئ يعني مثلا الناس اللي تستهلك نقول شربات الجاهزة هذه فيها كمية صلصة هذه فيها كمية ملع عالية فأنا مو معناته والله نوال جزاف قالت خمسة قرام اليوم أحط لي وعير لي إذا كان مفرش إذا كان معلب لازم تحرص على قراءة الملصق الغذائي نعم طيب خلنت تكلم عن التنسيق مع الجهات أنتو حاليا في هيئة تغذية مع الجهات الأخرى شون قاعدت نسقون حاليا لأيضا الوصول للمستهلك وتوعيتها طبعا نحن كهيئة غذاء مثل ما ذكرت فيها أكثر من قطاع فعال حاليا في الأزمة أو قبل الأزمة عندنا قطاع الرقابة والتفتيش قطاع الشؤون الفنية عندهم تعاون حتى على مستوى مو بس المؤسسات الحكومية مثل وزارة التجارة والبلدية وغيرها أيضا عندهم تعاون مشترك ما بين دول الخليج لوضع السياسات والاستراتيجيات بخصوص توريد المواد الغذائية عبر دول الخليج أو دول مجلس التعاون بالإضافة إلى أي اشتراطات صحية يديدة متبعة خلال أو كما يدور في دول مجلس التعاون ليتم تطبيقها على دولة الكويت نعم أستاذ نوال كلمة أخيرة ودت توجهينها لأستاذ المشاهدين والله كلمة الأخيرة قعدوا في البيت عشان لكويت وما نخلي التسوق هو الشغل الشاغل لنا واختصد وفي النهاية الهاشتاغ لازم نفعله اللي هو هاشتاغ التدبير ولا للتبذير نعم إذن أستاذ نوال الجزاف رئيس قسم التوعية في لهي العمل للغذاء والتغذية شكرا جزيلا لتشو بارك الله فيك شكرا جزيلا